الدراسة من جامعة سيدني تؤكد أن اللقاحات الثلاثية الخاصة بالأطفال بريئة من كل ما نسب إليها من كونها السبب وراء إصابة بعض الأطفال بمرض التوحد الأطباء في سيدني ضحضوا كل الشبهات المتعلقة بهذا الاعتقاد بعد أن فحصوا مليون ومئتين وخمسين ألف طفل في خمس دراسات متتابعة أضيف إليهم تسعة آلاف وتسعمائة كعينات ضابطة للدراسة وبينت النتائج في الدراستين عدم وجود معلومات أحصائية تدعم الربط بين التطعيم الثلاثي ضد الحصبة والحصبة الألمانية والدفتيرية والسعال الدكي وبين التوحد أو الاضطرابات المؤدية إلى هذا المرض النفسي ويبدو أن الإشاعة التي تربط بين اللقاحات وبين التوحد منتشرة بشكل كبير في العالم ومصدرها الأساسي قد يعود إلى ورقة بحثية نشرها أندرو ويكفيلد عام 1998 ذكر فيها أنه وجد علاقة بين اللقاحات والتوحد هذه المزاعم أدت إلى زيادة عدم الثقة في فوائد التطعيم ولذلك فقد نصحت الدراسة الأسترالية الأولياء بضرورة تطعيم أطفالهم مستدلين في ذلك بأن التجنب بعض الأولياء أعطاءها لأبنائهم في الولايات المتحدة أدى إلى ظهور مرض الحصبة مجددا بعد أن أعلنت القضاء عليه تماما في عام 2000 كما ارتفع معدل الوفيات العالمي للحصبة خلال العامين الماضيين حيث يموت سنويا أكثر من 400 طفل يوميا جراء هذا المرض نوال عيض العربية